هذا اليوم المفتوح جاء بتنظيم مشترك من المأهد الكادي للبهوس الزراعية من عجل التنمية ومؤسسة اقريزات للتنمية الزراعية وذلك تحت شعار رفء التهديات المناخية بمنطقة الساهلة لاخبار المنتجين الزراعيين والجهات المعنية للتعرف عن الجهود المبزولة من المأهد الكادي في مجال توفير البزور المحسن للمنتجين وغير ذلك من العنشطة في مجال البهوس الفنية والعلمية هذا ما اكده المدير العام للمأهد ياسين دودو وعقبه في الحديث ممثل مؤسسة اقريزات البروفوسير فلالو هميدو الذي اكد داء مؤسسته لعنشطة المأهد لتعزيز الشراكة القائمة بين المؤسسة والبلاد بغية الوصول الى الهدف المنشود من جهتها وزيرة التنمية الزراعية كاموغي ديني عسوم اكدت بان هذه البادرة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمضاعفة الانتاج وتحسين الظروف المعيشية للسكان هذا وتخلل الحفل زيارة فقدية الى الحقل الخاص بانتاج البزور المحسنة وكذا تفقد اجنهة المعرض ومستودعات البزورة التابعة للمأهد الشادي للبهوسة الزرائية والتي عبارة ان غرف مجحزة باجهزة ومعدات تتكيف مع درجات الحرارة الملائمة مع مختلف انواع البزورة